من 300 مليون دولار وهيعترف بها رئيس المزراء وأنا كنت لكيها أول واحد قلت لك راح ينحف أضغح المبيعات إلى 30 مليون صح تعرف شون إلى 30 مليون اليوم 30 مليون وفيها زايد يعني 30 مليون ستقولي شون زايد لأنه من تطلع يجي الفيدرالي تشايك يرجع نصر فيطلع الحقيقة هو 15 مليون الفعلي فإذن إحنا كنا نسرق يوميا بما يقارب 270 مليون دولار يوميا طبعا على مدى كل هذه السنوات جزء كبير حتى من يكون بعض هؤلاء يطفلون ها بس إيران نعم بس إيران لأن هذا النظام بيد إيران لأنه سليماني كان يؤمرهم أكثر من 100 ألف برميل يوميا تطلع من نبط العراقية خاصة لإدامة الحرب حروبهم في المنطقة نعم هاي حقائق الآن مثل من كشفت واجدهم بوز كشفت الدولار اللي قلنا لهم بسيريان ننبر نطوهم إياه راديك تخبروهم هو هذا الغضب اللي صار في اجتماع اسطنبول يعني أنت رغم كل التعليمات والضغط والتوجيهات أطيتك كم مليار دولار نصل لقيناهن الطهران عبارة الأمريكان ما يعرفون نطوهم من القديم ليش نجيت مو هذا يجرح يجرح مو أغبياء مو شوف أكو مثل بغدادي عفواً ما رد أقوله بس حتى يوصل الشعب من مشكلة واضح عندنا مثل بغدادي يقول اللقمة الشبيرة تشوي بالحلق يعني الشق الحلق هالشي كذلك فذولا اللقمة صارت كل الشبيرة موسيقى